إذا كان الموبايل آيفون بإمكانك استخدام متصفح الخاص بالآيفون اللي هو سفري هو أصلا موجود هذا البرنامج بالآيفون ممكن أني أستخدمه عوضا عن البوفن واللي هو يساعدني على أني أتصفح البرنامج وكأنما لا أصفحها من الحاسبة وأيضا بإمكاني أستخدم جوجل كروم كمتصفح من الموبايل مع تفعيل خاصية سطح المكتب وأيضا هذي راح نتعرف عليها كيفية شون أفعل هالصيت بحيث أجعل كروم كإنما دا أصفحها من الحاسبة طبعا ملاحظة جدا مهمة وراح تشوفوها بكل الفيديو وكل البرزنتيش اللي أنا راح أعرضه اللي هي الملاحظة يفضل استخدام الحاسبة يفضل استخدام الحاسبة اللابتوب يعني يعني هذا كله إحنا نريده نحتيه ممكن نستعين ببرامج ممكنها لكن أنا أفضل يعني أفضل اللي عنده حاسبة أو اللي ممكن يعني بإمكانه أن يوصر النفس حاسبة يستخدم الحاسبة خاصة في الامتحان في الامتحان نجي على نقطة نقطة من المحاور المحاضرات أو من سلسلة المحاضرات اللي هو التسجيل في الإدمودو التسجيل في الإدمودو كيف أسجل؟ قلنا أهم شرط من شروط فتح حساب الإدمودو هو امتلاكك لجيميل بحيث أنشئت جيميل من متصفح جوجل سواء من الحاسبة أو الموبايل ممكن هذا الكلام سيحصل وبعد ما أنشئت حساب جيميل وطبعا يعني حفظت أدخل للجيميل بالموبايل أو الحاسبة أسجل الإدمودو من الموبايل من التطبيق ممكن أسجل أنا من التطبيق المباشر بعد أن نزلت وممكن أسجل عن طريقة الحاسبة أو من الموبايل يعني عن طريق متصفح بفن أو متصفح جوجل كروم إذا كان موبايل آيفون مع تفعيل خاصية صفحة المكتب يجب أن يكون التسجيل بالاسم الثلاثي باللغة العربية يعني إذا أنت تسجل بالجديد يجب أن تسجل بالاسم الثلاثي يعني طبعا بالمناسبة طلاب الأغلبية الآن صاروا عندهم يعني البرنامج داخلين بحسابات يحتاجون أن يغيروها هذا الكلام اللي دا نشرحه ببداية التسجيل بالإدمودو عام يعني أنتم مو ترجعون اللي عنده حساب يرجع يسجل بالجديد لا اللي عنده حساب وحسابه به بعض المشاكل ممكن يعني يروح على الجزء الثالث من المحاضرات واللي هو الجزء الثالث أو الرابع اللي هو كيفية تغيير الاسم إلى الاسم الثلاثي والصورة الشخصية فلسا قبل لا أنتقل إلى شرح طريقة الدحول والالتحاق للصفوف الأليكترونية أنا ممكن أنزل هذا الملف وأذهب أطبق اللي حشينا عمليا أول شي قلنا إنشاء حساب جيميل فأروح من جوجل كروم بالمناسبة حتى البوفل ممكن يكون أروح من عنده إلى الجيميل وأسجل حساب نلاحظ طبعا أني عندي حساب هنا ممكن يعني ألغي أو أخرج منه هاي حسابات يعني هاي فأسوي إضافة حساب جديد طبعا أنتوا ما راح تواجهون هذه الكلام لأنه أنتوا حتأخذون الرابط مباشرة يعني على الجوجل مباشرة أحيسوي لكم sign up يعني اتدخلون اللي راح تظهر لكم الخطوة أسوي إنشاء حساب طبعا الحساب اللي راح أنا شاء أريده لنفسي وليس لإدارة نشاط تجاري الاسم الأول واسم العائلة طبعا هذا حيكون باللغة الإنجليزية ممكن هذا أرجع أخلي كرتلتها يعني وأضغط على التالي أدخل اليوم والشهر دخل تاريخ ميلادك والسنة والجنس وأضغط على التالي طبعا حيطيني مقترحات لشكل الجيميل المالتي طبعا هذه تحفظه بالمناسبة لأنه هو هذا اللي حت تدخل به إلى الجيميل وهو هذا اللي راح توثق بي حساب الإد مودو راح أختار الشكل إنسام قاسم 151 at gmail.com طبعا إنت إذا تشتغل بهالحالة ش تسوي تأخذ سكرين للشاشة تأخذ سكرين للشاشة حتى تحتفظ بالشكل الجيميل المالتيك نسيته نسيت حرف نسيت كلمة نسيت العفو ورقم ممكن أنه هذا الشي ساعدك ترجعني سوي التالي كلمة المرور طبعا يفضل كلمة المرور تكون حرف كبير وأحرف صغيرة وأرقام هاي تأكيد كلمة المرور وأنت ممكن أني طبعا هسا ما نحظ أظهرها ممكن من هذا الخيار العين ممكن تظهرها وأيضا تأخذ سكرين لهذه الشاشة حتى تحتفظ بكلمة مرور جيميل أضغط التالي راح ينطيني لأوافق على خصوصية جوجل قبول الخصوصية وصار الآن حسابي إنسام قاسم الشي أحتاج بعض قبل لا أذهب إلى التسجيل في حساب إد مودو أحتاج أنه أنا عندي بالموبايل التطبيق جيميل مفهول بكل موبايل موجود هذا الشي أدخل أروح أدخل به الحساب اللي أنا طبعا أيضا أنا بدخل حسابات ممكن أنا أسوي إضافة حساب آخر أنتوا مرح تحتاجوا هذا الشي مباشرة أنتوا يعني أول جيميل مثلا أنتوا أنشأتوا أو أنتوا إذا عدتكم جيميل وممكن سجدين خروج وتريدون الدخلون للجيميل أنا دخلت من الجوجل فسويت لقبول فممكن ألقى حسابي هنا أنا أصلا داخل به شوف هذا هنا إنسام قاسم مية وواحد وخمسين آت جيميل دوت كوم يعني ما راح تحتاج يقول لك هنا أريد فعلي يعني الإشعارات تجيني إشعارات خلص الآن يصري الدخلة بحسابي على الجيميل وهذا يبقى ثابت بالموبايل وكل البرامج اللي راح تربطها بهذا الجيميل تجي إشعاراتها على الجيميل الآن وين نروح نروح إلى إنشاء حساب إدمودو قلنا ممكن ننشئ الحساب أما من إدمودو التطبيق أو من البوفن أو من الكروم راح نجيهن بالسرع ننشئ حساب نذهب على الإدمودو أول ما نفتحها طبعا أنا يعني ما عندي حساب حاليا فتحت الإدمودو أنا ده أريد انتبه طلاب ده أريد إنشئ حساب آني طالب فكيف أسوي إنشاء حساب مجاني راح تظهر القائمة اللي أمامي اللي هي تضمن يقول لي شنو أنت لتسوي حساب تسوي حساب معلم أو طالب آني طالب وأيضا هنا نلاحظ بالأخير طبعا بعض الطلاب حقيقة نلاحظ أن حساباتهم تجيني بشكل معلم ونلاحظ أن حسابهم يجيني بشكل ولأمر فرجاء طلاب انتبهوا ممكن أيضا هذا التطبيق يعني ممكن الولي أمر ينشئ حسابي رجاء طلاب انتبهوا أنه أنتم منهيدون تنشئون حساب لنفسكم تذهبون إلى خيار الطالب أو إذا كان متصفح طبعا باللولة الإنجليزية حيكون طبعا أنا أحتاج هنا لما من الشروط احنا قلنا حتى نسجل حساب إدمودو شريد ريت جيميل وباسورد جيميل و عفوا مو باسورد الكود الصفف الألكتروني أي كود من الكودات الصفف اللي أنت ممكن متوفرة عندك اللي أنشأها قسمك تأخذ أول أي رمز أنت الدخلة يكون رمز صفة عالي يعني ويلا تقدر أتكمل باقي الأختيارات فأني لازم أروح طبعا أنا حافظة عندي عندي فتكود معين حافظته هنا بال ممكن أنا طلاب أفضل أفضل الكود يأخذ نسخ كود الصف يأخذ نسخ وإذا إذا أنا اضطريت أكتب كتابة فيفضل أراعي الأحرف الكبيرة والصغيرة طبعا عدة هاي خطوات أي خطأ بالكود ما راح يدخلك للصف المعني اللحظ هنا يقول لي اسم المستخدم لا اسم المستخدم أو بعض الأحيان اسمه يوزر نيم يوزر نيم هذا من أنا أدخلي يجب أن أحفظه أيضا شون الجيميل بقيمنا أن نحفظه حتى ندخل به اليوزر نيم هذا يعني أنا ما أقدر أسحل للإدمودة إذا ما أحفظ اليوزر نيم والباسورد إن الباسورد ممكن أنا أسترجع عن طريق الإيميل لكن اليوزر نيم يجب أن أحفظه هذا ما ممكن أن يرجع يجب أن أحفظه كلمة المرور وممكن أنا أيضا أفتح الرؤية وأخذ السكرين حتى طبعا البريد كتواني اختياري هنا أنا قلنا إحنا لازم نسجل بحساب أن يكون بيه موثق بجيميل وواحد وخمسين وأضغط عليه كلمة إنشاء حساب طبعا لاحظت هنا اسم المستخدم قال لي هذا مأخوذ فإذا قل لي ما أخوذ أغير بي أحاول قدر الإمكان أسوي بهذا الشكل بما أنه راح اللون الأحمر إذن هذا نجي هنا هذا الشيء مهم ثم قلنا إحنا نحتاج أنه يكون اسمنا بالإدمودو اسم الثلاثي باللغة العربية طبعا هذا الكلام للي ما عندهم يعني أصلا حساب بالإدمودو ممكن يتبعون هذه الخطوات فأني أدخل اسمي الصريح باللغة العربية بالاسم الثلاثي طبعا وأضغط على التالي هذه تريد يعني أخبار ولي الأمر هذه أتجاوزها وهذه أيضا تفقت كل جهة اكتشف لاحظ هذا شكل حساب الإدمودو منها هذا صار حسابي هنا الكلية لأنني أنت من مدينة العلم فصارت يعني أرجع أدخل للحساب نلاحظ هنا هنا تظهر النشاطات الأخيرة أنا انضميت للصف الصف طبعا بامتحان وبي واجب هنا أشوف فصلي الدراسي من هنا لاحظ شوف هذا المتصفح ماتي أنا هذا اسمي أنا هستطالب هنا فصلي الدراسي لاحظ هنا عندي هذا الفصل أدخله وأشوف هذا الفصل طبعا هاي مو طريقة الالتحاق بصف هذي مجلد أنا سجلت حساب ودخلت للصف فممكن منها أدخل ممكن أنا عندي أكثر من صف هنا يظهرون بس دع أعرفكم بشكل البرنامج منها ممكن الرسائل اللي تجيني من عن طريق زميل أو عن طريق أستاذ الصف ومنها أيضا ممكن تظهر للفصول الدراسية هذا الجزء الأول اللي هو يخص التسجيل من التطبيق مباشرة قلنا إنه إحنا مرد نسجل من التطبيق ممكن نسجل من حساب بافن أو ممكن من الحاسبة أنا كأنما هسا أنا أسجل من الحاسبة لكن عن طريق متصفح بافن بعد ما نزلته أول خطوة أسويها من أفتح بافن أول خطوة أسويها أدخل edmodo dot com ثاني أهم خطوة طبعا هذا الشكل شكل الموبايل شنو استفادية أنا أرد أسوي شكل سطح المكتب مثل الحاسبة من هذه النقاط الثلاثة عيد من هذه النقاط الثلاثة أفعل request stop site أفعل سطح المكتب خاصية سطح المكتب راح يسوي لي refresh وتظهر هذا شكل l-edmodo بالحاسبة كأنما أنا هسا فتح l-edmodo من الحاسبة اللاحظ أنا هسا عندي حقيقة أنا ممكن أسوي login باعتبار أنا عندي ممكن أسوي login باعتبار أني صار عندي حساب لكن أنا أرد أعلمكم كيف تسوون sign up من الحاسبة يعني أسجل بحساب جديد سوف سيظهر الخيارات الآن أمامنا ممكن teacher حساب teacher student وparent للأمر أنا أختار student الخيار الثاني أختار الطالب نلاحظ هذا الشكل الشكل يخطيف عن التطبيق هنا يريد الاسم الأول first name first name هذا اللي قلنا أنه نغير فيما بعد هسا أنتم ما تدرون أنا أريد باللغة الوزارة وجهت يكون الاسم باللغة العربية ممكن أنا أكتب الاسم الأول باللغة الإنجليزية وأكتب لقب code الصف ممكن أنا أسوي انضمام لنفس الصف هنا إش قائل البريد الألكتروني طبعا هو اختياري ممكن أنا هسا أدخل نفس البريد دا أشوفكم شنو هيصير إذا أنتم تدون سجلون أكثر من حساب على نفس البريد الألكتروني عفوا هنا الوسر الوسر نفس البريد الوسر نفس الوسر 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 نفس ما أخوذي يقول لي ممكن أضيف الحرف صار أوكي يوزر نيم هنا الإيميل اختياري ممكن أدخل نفس الإيميل اللي دخلته قبل شوية لاحظ هنا الشرلي بالأحمر وقال لي إيميل is already taken يعني الإيميل مأخوذ أنا ما عندي إيميل فش سوي أمسح خلص ش سوي أمسح وأذهب لأنه قيل لي اختياري وأذهب إلى عمل كلمة مرور لهذا الحساب شوف الثاني سترونج أنه كما تمر أوكي لاحظ أنه هذا الحساب هذا الحساب سأحفظ ممكن أنا أيضا أسكر الشاشة حتى أحفظ الـ username قلنا الـ username مهم مع الـ password أيضا لإسترجاع أو الدخول مرة أخرى create your account لاحظت أنه أنا سوي not now أنه أنا دخلت حسابي يعني إنشأت حساب بلا إيمياض فهنا أتخط يقول لي إضافت ولي الأمر أتخطاها رح يظهر المتصفح أمامي هذا متصفحي صار بالاسم يعني اسم آخر دخلت باسم آخر لنفس الصف أنا أيضا لقيت امتحان لقيت واجب المهم أنا هذا ما الشي يعني من هاي فلاحظ وين ألقى الصفوف الصفوف ألقاها بالجهة اليسرى من البرنامج تحت المتصفح مالتي تحت اسمي عفو هذا فيما يخص الجزء الأول من إنشاء حساب إد مودو حقيقة نذهب الآن إلى آخر اختيار لجماعة الممكن اللي عندهم موبايلات آيفون ويدون يستخدمون الموبايل كسطح مكتب أروح على جوجل كروم وقبل كل شي قبل ما أكتب أي شي أضغط هذه النقاط الثلاثة وأفعل خاصية إصدار سطح المكتب بعد ما فعلت ها أيضا أكتب ادمودو دوت كوم اللاحظ رح يظهر المتصفح بالشكل الآتي هذا فيما لو عندي حساب ممكن أدخله أسوي تسجيل دخول لكن أنا ما عندي حساب ليس يديك حساب أضغط على إتاحة حساب أو تسجيل يعني إنشاء حساب جديد اللاحظ شكل المتصفح نفس البوفل لكن باللغة العربية هنا فأني أضغط الخيار الثاني حساب الطالب أدخل الاسم الأول الاسم الثاني واسم المستخدم الوزرنام يعني وأيضا رمز صاف وإيميال اختياري وكلمة مرور وأسوي إنشاء حساب وراح تظهر لنفس الواجهة اللي ظهرت بالبوفل هاي بالنسبة للطلاب اللي عدهم آيفون ما يقدون ينزلون بوفل وحتى اللي عدهم يعني اندر ويد ممكن يستعينون بالكروم لكن البوفل يعتبر أسرع يعني من ناحية السرعة حسا بعدما انشأنا الصف العفو انشأنا حساب والتحقنا ب يعني مباشرة التحقنا بالصف يعني إحنا قلنا أحد متطلبات الالتحق هو توفر كود الصف ثلث رح نذهب إلى كيفية الالتحق بصفوف أخرى يعني من دخلت مباشرة إلى صف ممكن عندي أكثر من صف كيف الالتحق بهذه الصفوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب قسم الفيزياء الطبية مدينة العلم الجامعة اليوم إن شاء الله رح نسويكم سلسلة محاضرات تعليمية حول منصة إدمودو تزامنا مع توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستخدام المنصة وممكن يكون إجراء الامتحان على هذه المنصة فيجب أن اندللكم هذه الصعوبات التي تواجهكم بالمنصة حقيقة تم إعداد هذه سلسلة من المحاضرات من قبل الدكتورة إنسام المتحدثة والأستاذ علي طالب من قسم الفيزياء الطبية ونتمنى أن تكون هذه السلسلة مفيدة وتذلل كل الصعوبات التي تواجهكم بداية نحب نذكر النقاط التي سنتناولها خلال هذه المحاضرات أولا كيفية التسجيل في منصة إزمودو يعني أنت كطالب كيف السجل في المنصة وحقيقة يسبق هذا الإجراء هو إنشاء حساب جيميل لأن أنت أحد شروط التسجيل في منصة إزمودو هو إنشاء حساب جيميل ليش لأنه دائما نحن ننوه أنه وثقوا حساباتكم بجيميل حتى اللي مسجل سابقا طبعا يوثق حسابه بجيميل إذن نحتاج إلى نتعرف إلى كيفية إنشاء هذا الجيميل بعد ذلك بعد ما إنشأنا جيميل وسجلنا بالمنصة راح نتعرف على كيفية الدخول والالتحاق بالصفوف الألكترونية وأيضا طريقة الآن مثل ما قلنا وتزامنا مع هذا الظروف وتوجهات الوزارة أنه يتغير اسم الطالب إلى اللغة العربية الاسم الثلاثي طبعا الاسم الثلاثي باللغة العربية وإضافة صورة شخصية حديثة وتوثيق الحساب بإيميل هذه إن شاء الله سنسويها بإجراء واحد هو نغير الاسم إلى اللغة العربية وإضافة صورة حديثة وننثق الحساب بإيميل هذا بالنسبة للحسابات يعني اللي هي يعني حنقول ناشئها سابقا ومملك التزمين بهذه التعليمات ممكن يدخلون ويعدلون كلها هذا رح نتعرف عليه خلال هذا الفيديو إن شاء الله وأيضا طريقة تحميل الواجب أو إرسال فيديو صغير من الموبايل أو اللابتوب طبعا كيف أيضا نتعرف كيف إنه نطال الأستاذ المادة أو بالصف الإلكتروني عندي واجب معين كيف أحمل هذا الواجب إذا كان هذا الواجب على شكل PDF يعني ملف أنا ممكن نسوي تقرير أو ممكن صورة أو ممكن أرسل فيديو صغير عن طريق الإدمود قد يكون أنا إذا أستخدم موبايل أو لابتوب فكيف ممكن نجري هذه العملية بعد ذلك عندنا الامتحان الامتحان كيف رح أجري يعني سوف الامتحان افتراضي وأشوفكم كيف كطالب أنا أجاوب على الامتحان وين ممكن أجد الامتحان ممكن أنا أضيع مكان الامتحان ممكن وين يكون بمتصفح الإدمودة وأخيرا رح نتعرف على كيفية استرجاع كلمة المرور الخاصة بحساب إدمودة عن طريق الإيميل حقيقة أنا لما أجي رح أريد أغير الاسم إلى اللغة العربية وأضيف صورة شخصية هنا رح تواجهني أنه يطلب مني كلمة مرور إذا أنا ناس كلمة المرور ما أذكر ها فأني موثقة حسابي بإيميل شرط شرط أنه موثقة حسابي بإيميل فتستخدم الطريقة السادسة اللي هي شنو كيفية استرجاع كلمة المرور عن طريق الإيميل وإن شاء الله كلها حنشوفها بالتفصيل الممول في هذا الفيديو حقيقة وضعنا لكم أيضا مجموعة من الروابط اللي يساعدنا باستخدام المنصة أولا رابط إنشاء حساب جيميل يعني مباشرة أنت تنسخ هذا الرابط والدقة بمتصفح جوجل هيظهر لك المتصفح حساب جيميل اللي هو مباشرة يعني تدخل معلوماتك فيه وتنشئ حساب مباشرة الرابط الآخر اللي هو رابط تطبيق إدمودو من جوجل ستوري أو يعني المتجر شوف أنتو شنو تسمو هذا الرابط التحميل إذا ما توفر البرنامج بسوق بلاي يعني بالمتجر ممكن تحميله من الرابط مباشرة هذا رابط تحميل إدمودو المباشر طبعا هذا الملف اللي احنا عملنا لكم هنزودكم بإضافة إلى تسجيل الفيديو حتى الملف يحتفظون به ممكن أنتو تنسهم من عند الروابط ممكن أنتو الكلام ممكن يفيدكم أيضا تطبقون عليه أيضا البرنامج الآخر اللي راح نحتاجه طبعا هذا نحتاجه بكيفية تغيير إعدادات الاسم والتوثيق بإيميل والصورة اللي هو الرابط برنامج بفن فد متصفح سريع جدا للموبايل يساعدني وكأنما أنا دعا الصفح البرنامج من الحاسبة ترجمة نانسي قنقر